في كل عام تشتعل قضية تخصيصات إقليم كردستان عندما يحين وقت التصويت على الموازنة المالية في العراق كما هو الحال في موازنة عام 2021 برغم أن حصة الإقليم ما زالت معلقة حتى الآن هذه الملفات المعقدة تنذر بعودة المواجهة بين بغداد وأربيل لا سيما مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي إذ أن الكرد هم بيضة القبان في تغليب كتلة على أخرى وكانت بغداد وأربيل توصلتا إلى اتفاق بشأن الموازنة المالية ينص على تسليم الإقليم كمية 250 ألف برميل نفط يوميا ونصف إرادات المعابر الحدودية وغيرها إلى الحكومة الاتحادية مقابل حصة في الموازنة تبلغ 12.6% لكن هذا الاتفاق لم ينفذ على الأرض حتى الآن برغم الاجتماعات التي عقدتها وفود كردية سياسية وفنية في بغداد خلال الأشهر الماضية ويرى مراقبون أن الأمر الجوهرية في الموازنة هو أن تطبق الحكومة المركزية بنود الموازنة نصا وروحا والالتزامات المترتبة عليها وكذلك الأمر بالنسبة إلى حكومة الإقليم بموجب الاتفاق بما يعيد الثقة بين الطرفين وإذا ما نجحت القوى السياسية في تنفيذ التفاهمات المبرمة بشأن الموازنة فقد تمهد لإنجاز مشاريع أخرى مثل مشروع قانون النفط والغاز وغيرها من القوانين المؤجلة وربما تقتلع جذور التوتر التي زرعها دستور برايمر الذي تعامل مع الحكم بعقلية الغنيمة إثر انهيار أركان الدولة العراقية التي تأسست في عام 1921 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر